وخلال ترأسه اجتماع رؤساء المجالس البرلمانات العربية الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أكد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ضرورة السعي نحو تحقيق التكامل بين الدول العربية لتلبية احتياجات الشعب العربي من الغذاء وحمايته من أي صدمات أو اضطرابات مستقبلية وأشار العسومي إلى إعداد وثيقة تحت عنوان رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي حرصا على أن يكون للبرلمانيين العرب إسهام في معالجة هذه المشكلة وعلى صعيد آخر طالب رئيس البرلمان العربي في كلمته بتحرك جماعي على مستوى البرلمانات العربية والإسلامية والأفريقية لإصدار قرار من الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي ستنعقد الشهر المقبل بمملكة البحرين لمطالبة بوضع إطار قانوني دولي ملزم لمنع إصدراء الأديان ومحاسد إبتي كل من يتورط في مثل هذه الممارسات